ومن هنا تجد بأنه الدراسات الجندرية تذكرون فيما سبق وقفنا عدة دراسات ماذا؟ الجندرية انظر عزيز تعالوا معنا إلى من؟ إلى آمال قرامي الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية دراسة جندرية تعالوا معنا في صفحة 23 فإذا نحن إزاء جسد تمت صياغته بنحو واضح إن شاء الله بعد ذلك عندما أأتي إلى الثقافة الجاهلية يعبر عن هذه الحالة يعبر عنه بماذا؟ حالة الوقاع شنو؟ وطأ شنو معنى الوطأ؟ وطأ مولان فإذا مستعير من ركوب الخير ركوب منه؟ المرأة إن شاء الله يأتي هذا البعد النفسي مرأة وحدة وحدة لا تستعجب بل أكثر من ذلك أنت عندما تمشي على الأرض يقول ماذا؟ وطأة فلابد هذه المرأة شنو؟ ها أن تكون تحت الأقدم هذه كل المفردات بها أبعاد شنو؟ نفسية فلهذا من يأتي إلى جسد الرجل يعرفه واطئ والمرأة ما تصير؟ موطوئة وإن شاء الله أجيب لكم التعابير وحدة وحدة خمسين تعبير مئة تعبير مئتيان تعبير شوف كلها كلها مشتركة في البعد ماذا؟ ها؟ في البعد أنها دانيال ما لا تقول عالية دانيال ومساوية كلها دانيال ليش أن الثقافة ثقافة شنو؟ ثقافة خطيئة ثقافة رذيلة قال فإذا نحن فإذا نحن إزاء جسد تمت صياغته على نحو ما جسد الرجل وجسد ماذا؟ المرأة جسد الذكر وجسد الأنثى التفت جسد مهيم وآخر مهيمن عليه من المهيمن؟ قوامون قوامون الرجال قوامون جسد فاعل وآخر مفعول به جسد مدنس وآخر من المدنس؟ ها؟ الشرك الأعظم بعد قرأت انت خوالآن قرأت لك أهل المسيحية شا تقول جمالها؟ جمالها وين؟ خوال مو في مو في في روح يا جمالها في جسدها فهو شن هو؟ ها؟ فهو الشرك الأعظم مدنس قبيح جسد مدنس وآخر مقدس جسد معتنى به وآخر مهمل عبارات أخرى كمارد أقرأها وجسد مرغوب فيه وآخر منبوذ وجسد طاهر وجسد نجس إلى غير ذلك إلى أن تأتي مولانا بعد هذه الدراسة المفصلة في الصفحة تسعمائة واحد مولانا يقوم المجتمع المرأة من خلال معيار شنو؟ البدن البدن من أين جاءت هاي الثقافة من أين جاءت في واقعنا الاجتماعي في واقعنا الديني بشكل عام أتكلم ما أركم كن على ثقة يوميا أنت الطلبة أنت الطلبة النوعي تجد هذه زوجتك مولانا في البيئة تستغيب تكنب تفعل ما تفعل كل هذا اللي بالنسبة إليك تمر عليها مرارا شنو؟ كرام ولكن بينك وبين الله طلعت زوجتك وما متبرقع بالبرطوع أو شوية من شعرها ما تفعله مولانا أنت فإذا بالنسبة إليك البعد الجسداني هو القبيح لو البعد المعنوي ليش أنا وأنت طلب ليش مولانا مو أنت تقول الغيب مولانا أشد من سبعين زينية وين مفروض أنه إذا أنت هنا تعاقبها واحد على خروج شعرها أو تكلمها مع أجنبي هناك تعاقب بألف ولكن موجودة هاي الثقافة لو ما موجودة عزيزي لماذا لأنه أنتم في ثقافتك وفي شعورك في لا شعورك وفي لا وعيك أن الحرمة لأي شيء للجسد مو للمعنى وكل واحد من عدكم مولانا هاليوم حاسب نفسه يشوف هالشكل له غير أنه خرجت مولانا أمام افترض مولانا أخوك جاي إلى البيت مولانا وهو أجنبي فتكلمت معه وضحكت معه وارتفع صوتها مولانا أنت من يخرج الأخ شاو مولانا به تقيم الدنيا ولا تقعدها ولكن إذا جلست معك واستغابت كل شي ما تقول لي لأ أنت قال من خلال معيار البدن الماد ولا ينظر إليها إلا من خلال صورة الجسد فيكون حضورها جسديا خلاف الفحل الذي يمثل العقل والنظر إلى ماذا إلى البعد المعنوي فيتعرف فيعرف من خلال أعماله وتجاربه وأقواله فيكون حضوره مفصولا عن معيار الجسد إلى آخره